موسيقى تقريرا صحفيا حول امتحانات السنوية العامة ونقش التقرير كافة جوانب القضايا التي يهتم بها أولياء الأمور والطلبة على حد سواء وتحت عنوان هل تم وقف تسليم أرقام الجلوس لطلاب السنوية العامة؟ الحكومة توضح أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تردد من أنباء بشأن وقف تسليم أرقام الجلوس لطلاب السنوية العامة لأجل غير مسمى وأشار المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة إلى أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لوقف تسليم أرقام الجلوس لطلاب السنوية العامة موضح أن أرقام الجلوس قد بدأ تسليمها بالفعل للطلاب في المدارس منذ يوم 12 مايو كما أتاحت الوزارة إمكانية استعلام الطلاب عن أرقام الجلوس الخاصة بهم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وذلك استعداداً لعقد امتحانات السنوية العامة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية وتقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب أثناء فترة الامتحانات مع تطبيق أقصى درجات الوقاية الصحية لهم بالتنصيق مع وزارة الصح كما تم زيادة أعداد اللجان للمتحانات السنوية العامة وذلك بهدف تحقيق التباعد بين الطلاب حيث أرسلت المدريات التعليمية قوائم بعداد اللجان وأسماءها إلى لجان للإدارة المختصة حسب القطاعات التي تتم فيها الامتحانات على مستوى الجمهورية هذا بجانب تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان ليصبح 14 طالب ونشدت الوزارة جميع وسائل الأعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحريد دقة والموضعية في نشر الأخبار وتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر أي معلومة لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إصارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة لا تنسوا تعملوا سبسكرايب القناة وتفعلوا الجرسllo ليصلكوا كل جديد لا تنسوا تعملوا سبسكرايب القناة وتفعلوا الجرس loops koever lujko ليصلكوا كل جديد اشتركوا في القناة